بالمناسبة مطش الأهل وساندونز طاقم تحكيم سنغالي هنستعرض معكم دولات طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي السنغالي عيسا سي عيسا سي كان في كاس عالم للشباب في الأرجنطين مشي بعد الدور الأول نتيجة أخطاء التحكمية البطولة دي اللي كان فيها محمد معروف وكمل فال الآخر هو عمر الشناون عيسا سي مشي ماكملش البطولة من لجنة حكم فيفا في كاس العالم للشباب اللي كانت في الأرجنطين فطاقم التحكيم من السنغال حكم ساحا عيسا سي من السنغال جابرائيل كامارا مساعد أول من السنغال أيضا نوح بنجورا مساعد تاني من السنغال والحكم الرابع من تشاد محمد الحج أوتجو وعلى تقنية الفار لحلو بن براهن من الجزائر دانيل لارية من غانا هم هم اللي كانوا موجودين الفار وإيفار في سينبا والأهلي وتقرروا في مباراة الأهلي وساندونز ودول اللي رايحين كاس العالم في اندونيسيا يوم عشرة نوفمبر آخر حاجة بلما اطلع لفاصل رسالتي لجماهير النادي الأهلي نثق ثقة كبيرة جدا إن الحضور الجماهيري هيبقى كبير جدا كبير جدا ولكن مطلوب منكم في التسعين دقيقة المساندة والدعم والتشجيع بقوة فريساندونز بيخاف من جماهير الأهلي لعبة ساندونز بيتخاف من جماهير الأهلي صدقوني لو المساندة قوية وإن شاء الله الحضور الجماهيري هيبقى كبيرة إن شاء الله بإذن الله الأهلي عاي خلص المطش من الشوت الأول لإن ساندونز بيقدم أسوأ نسخة له لكن الأهلي محتاج يستغل ده في هذه النسخة من الدوري الإفريقي